أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيد زايد بن راشد الزياني عمق العلاقات التجارية التاريخية والعريقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة والتي يزيد عمرها على مائة عام وأشر الزياني لدى حضوره غداء عمل للجمعية البحرينية الهندية يوم أمس إلى أن إجمالية حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي قد تجاوز حاجز تسعة مائة مليون دولار كما قدرت قيمة صادرات من الهند بأكثر من خمس مائة مليون دولار أما قيمة صادرات البحرين إلى الهند فقد بلغت أربعة مائة وخمسين مليون دولار ولفت الزياني إلى وجود أكثر من ألفين وثلاثمائة شركة بحرينية مشتركة مع مستثمرين هنود وثمانية عشر فرعا لشركة هندية إضافة إلى مائة وخمسين وكلة تجارية هندية تعمل في مملكة البحرين توقع ستاندرد شارتر بانك أن ينمو الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري بنسبة ثلاثة وربع بالمئة مع توجه الحكومة إلى تقليص الإنفاق مع الحفاظ على زخم الاستثمار على مشاريع الإسكان والطاقة والمواصلات وقد أكد كبير اقتصادي ستاندرد شارتر بانك خلال استعراضه للتوقعات الاقتصادية العالمية قدرة البحرين على استيعاب تغييرات ناجمة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميا من خلال الاستفادة من العوائد السابقة من النفط والمضي قدما في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي كما توقع الخبير الاقتصادي أن يكون النمو الاقتصادي في دول الخليج أفضلا من بداية العام الجاري ولكنه سيكون أقل من العام الماضي إن أداء الاقتصاد البحريني هذه السنة جيد جدا نتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي وتيرته المتصاعدة خلال العام المقبل بالطبع هناك تحديات كثيرة مرتبطة بالهبوط الحاد بأسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية فالبحرين حالها كحال دول مجلس تعاون الخليجي في هذا الشأن ولكننا واثقون من قدرة البحرين على تعزيز تنميتها الاقتصادية بفضل السياسات الحكومية المتحفظة في الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية اشتركوا في القناة